اشتركوا في القناة تغيير الحكومة بالكامل جزء كبير منها تغير سيد رئيس الوزراء من شريف اسماعيل اصبح مساعدة لسيد رئيس الجمهورية وتولى رئاسة الحكومة في مصر دكتور مهندس مصطفى مدبولي تعالوا نعمل مع بعض كده مراجعة سريعة بالترتيب اللي احنا شفناه ترتيب زمني خلال الاربعين يوم نفكر بعد ايه اللي حصل في الاربعين يوم اثناء غياب المصرفان دي نبدأ باول حاجة يوم 25 مايو رئيس جهاز الرياضة بالسعودية اشعل ازمة كبيرة في النادي الاهل وكشف اسرار وملفات حتى الان لم يتم حسمه لكن قضية كانت شغلة الرأي العام ايه اللي حصل هل النادي الاهل قابل كده الى ان اي حد مهما على شأنه يتدخل في اموره بالشكل ده طبعا نتج عن ده ان رئيس النادي الاهلي كابتب محمود الخطيب بعث رسالة او خطاب رسمي الى السيد وزير الشباب والرياضة السابق منتس خالد عبد العزيز طلب منه مراجعة كل التبرعات اللي جات للنادي الاهلي ومدى متبقتها لما هو مسبد في الدفاة الرسمية للنادي الاهلي لكن حتى هذه اللحظة لم تعلن النتائج تعالوا نروح لتاني حدث ايضا شغل بل المصري اشتركوا في القناة